طيب أنا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة يعني بنبص حوالينا بتشوف الدول في العالم المسألة بسيطة جداً أنت بتجيب الناس ديت يا جماعة أنا أقدر على كده وما أقدرش على كده لمدة كده هكذا تعالج الأزامات أنا والله هو مثلاً هو دلوقتي قال لي رقم مرهب 350 مليون دولار في اللي يعمل الدولار فيها يعني باشا فماشي ما علينا يعني أنا ما فهمش اللي سكيل وما فهمش قدهي الدولة معاها دولارات أو ما معاش إنما ما علينا فأنت يعني ده القرد بتاع صندوق النقد في سنة اللي هو بس على في الفراخ المهم تقعد مع الناس تتعامل معاهم وتفاهم معاهم والسكيل بتاع الانتاج يبع على قد الحاجة اللي موجودة يعني عشان ما يبقاش عندك حاجة زيادة وخلاص أنت فاهم بقى إنه أنا أقدر على كده وما أقدرش على كده إنما إحنا فعلاً مش عايزين خسارة والمشايد فعلاً مؤلمة يعني مؤلمة يا جماعة مش عشان أنا رهيف ومش قادر أشوف كتكوت بيموت لا مؤلمة للصناعة للناس الناس اللي بتاكل عيش ما هو الراجل ده بعد ما حط الكتكيت في الشوال راح أهد في البيت بقى حضراته ما هو هيعمل إيه يعني الشاب ده اللي كان عنده يومية كل يوم بكذا وكان بيجري وراك كتكوت لا كتكوت روح روح يعني ما فيش أنا مش واكل مش شارب مش قاعد فهي دي الحكاية يا جماعة الآن مش مصري بس كل دول العالم زي اللعبة الصيني الشهيرة العصيان والطباء تحرك دي شوية فتلا دي هتقع تجري تحرك دي شوية ما أنت كمان عندك بقى ناس تانية بتصوت بتوع النسيج ده إحنا اللي بنصدر بتوع المواشي إحنا اللي بنأكل بتوع الألبان إحنا اللي بنشرب بتوع الأمح إحنا بتوع العيش كل واحد وقفلك في الطبور وبيقول لك أنا 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 كل الناس بقيت عبد البسط حمودة فجأة لأنه هم كلهم كل واحد بيقول لك يعني أنت دلوقتي لو قاعد كده وبيقول لك إيه أنا عايز الأمح عشان الدقيق السياحي اللي بيعمل الفينو والمكارونا تدي له ولا تدي الراجل بتاع البيض وكلهم بيشغلوا ملايين ده بيشغل عشرة في المية وده بيشغل عشرة في المية والراجل بتاع صناعة السيارات أنا فاتح صناعة سيارات واحد ما عنديش قطع غيارة ولا بتاع تدي له ولا تدي مين أنا رأيي مش رأيي يعني هي في الحقيقة الأمر بتبقى اسمت غرمة أنا عندي مبلغ معين حقسمه عليكم ولكن الأولويات بقى فأنت لازم إيه لقيت خلاص الناس بتوع بتكاكي ولا حياته لمن يكاكي فالبيكاكي ده خلاص على الآخر إيه اللي حيديه شوية فلوس ونيم ده شوية ما هي دي الطريقة البلدي هتعمل إيه جاء الراجل بقى بتاع الأمح قال لك أمحي فينه العيال المدارس الماكارونا مش لقين كس ماكارونا في السوق نعم اه اجري شيل اللي حاجة مقوادي هنا أيوة فيه أزمة في الدولار في بلد كنت مسافر فيها من يومين تلات بقول له يا ابني انتوا بتعملوا إيه قال لي هي الدولة قالت للسوبر ماركتس الزيت والسكر ليه سعر بتدعمه قال لي لا قال لي لا قلت له يعني قال لي يعني مثلا هي أزاست الزيت مثلا تمانها في السوق 20 السوبر ماركت يبقى بخمستاشر قلت له الخمسة دي الدولة قال لي لا دولة مين السوبر ماركت هو اللي يستحمل الدولة قالت للسوبر ماركت اللي عايز ييفل ومشي عايز يشتغل يمشي اللي بش عيوها في جنبي دلوقتي انتوا كسبتوا كتير اللي بش عيوها في جنبي دلوقتي وبيبعثوا ناس تفتش تشوف فيه زيت وسكر جوه المجمعات دي ولا لا كله بيعمل كده ما هو ما هو يا روح ما بعدك روح قال له ايه قال له انا ما بدعمش انت حتبيعها بخم ده مثلا يعني حتبيعها بخمستاشر حتبيعها يعني حتبيعها وتبقى متوفرة طب والخمسة ده عليك انت طلعها بقى من نوع الجبنة اللي مش عارف لبسة ايه ومن الصابون اللي بيبعمل ازاي ممكن ابقى للك الدرايب اخر السنة حنتصرف بس انت حتبيع السلعة دي بالسعر ده خلاص افكار السوق الحار ودعه يعمل دعه يمار مفيش يمار لانه في المر المر جامد جدا اللي موجود فكل الدول دلوقتي بتتعامل انه لو سمحت يا جماعة نفس البلد ديت احنا عاديين نتكلم عالطاقة والتدفئة اكتشفت انه بقى في حاجة جديدة ايه يا عمي قال لي لا مهما الشركة دي ماشوا عشرين في المية من موظفين قال قرتله ليه قال لي مش قادر يدفيهم انا دايما دماغي في التدفئة البيوت فقال لي لا هو عنده موظفين في المؤسسة دي رفض عشرين في المية بس انت في مصر ما بتعملش ده ليه لان انت عندك مسؤولية اجتماعية انت لازم تأكل وتشرب وتدعم وتعمل كل حاجة كل حاجة لازم تعملها لانه الناس فرقابتك انت ما عندكش النظام بتعبر بقى اللي هو خلاص ما وما فيش دفع روح وقعد في البيت جاية نبقى نشوف لك اعانة بطالة ما فيش ما فيش كلام ده انت في مصر يجب ان تتحمل كل الاشياء وان انت بقدر الامكان عشان بس اكون واضح ان انت تاخد جزء من التضخم طبعا لان المواطن شايل الجزء التاني ما هو التضخم ده زي القفة اللي ودنين بيشيلوها اتنين ودن تشيلها الحكومة ودن تشيله المواطن هنا بقى التوازن الحكومة هتشيل قد ايه والمواطن هتشيل قد ايه انت شايل في التضخم قد ايه ومعدي للمواطن قد ايه بره المواطن بياخدوا كله تضخم لحضراتك تفضل اهنا ربنا معاك بقى شيل بس ايه اتصرف يعني بدل عشان انا بقوله الكلام ده وقتها كانت الناس بتتحك بدل كذا اعمل كذا وبدل مليون حاجة بقى مليون شيء نام احنا شعب عزيز النفس لا ايه المتعودة يبقوا ياكلوا ده هنفضل ناكل نفس نفس الكمية نفس اللي بنرميه نفس هو يعني الناس هو انت يعني احسن مننا يا اخي ما خلي الناس خلينا ننبسط بس على فكرة يعني انا بس بطلت اقولي الكلام اللي هو بداية حضراتكو انما القادم مزهل مزهل نوتا طيب ترجمة نانسي قنقر